صباحكم حركة ونشاط ورياضة صباحكم جيم وباي وتراي صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم النهاردة هنفتح لكم ودخلات عايزكم تجهزوا كل الأسئلة ومشاكل اللي بتقابلكم هعرض على كل أسئلتكم كمان هنتكلم في موضوع مهمدينه جدا ومؤثرين معهم جدا الناس اللي عندها مشكلة في النحافة هنتكلم في مشكلة النحافة وأسبابها وإيه هو علاجها أو أسهل طرق نواجهها بها مش بس كده هنعرف إزاي نثبت وزننا وإزاي يعني نوصل للوزن المثالي بتاعنا أو نقيسه بسهولة من غير ما نلجأ لمدرب أو لكوتش أو لدكتور بعد الفاصل هستنى أسئلتكم إجهازوا مستنيكم رجعنا كده ورجعنا لكم تاني هنكلمكم النهاردة عن النحافة النحافة بتتقسم لنوعين إيه هما؟ في شخص بقدر قول عليه أنه هو نحيف وفي شخص بقول عليه أنه هو رفايع الشخص النحيف دوت اللي هو الشخص اللي وصل الوزن بيه أنه بقى رفايع قوي أو بقى بالبلد كده بنقوله عض مباين الدهون قليلة قوي طيب الشخص ده بيتعامل إزاي مع مرض النحافة؟ فيه برضو الشخص التاني اللي هو اللي عنده مشكلة في الرفع يعني هو سلم وزنه قليل شوية فعايز زيد حاجة بسيطة وفي نفس الوقت خايف يأكل كتير أو يعقف الأكل جامد فيضرب الموضوع منه ويبقى شكله تخين بدل ما هو كان شكله رفايع أو سلم شوية محتاج تقتر 4 كيلو زيد طيب هنمسك الطرف الأولين اللي هو الشخص النحيف الشخص النحيف ده اللي هو عنده مرض أو عنده مشكلة مسبباله نحافة بنتعامل معاه إزاي؟ دايماً اللي عنده نحافة بيبقى يأما عنده مشكلة في التغذية يأما عنده مرض مسبب له رفع أو نحافة مرض في القولون مرض في النفسي شوية اكتئاب فبندور على السبب الأساسي اللي موصلنا لنقطة النحافة الناس اللي عنده نحافة لو عندنا مرض مسبب لنا النحافة بنبتل إن احنا نلجأ للعلاج بتاعه يبقى ده السبب الرئيسي طيب لو ما عندناش مرض مسبب نحافة أنا راجل باكل باكل 3 وجبات أو 4 وجبات بس رفايع جداً أو أنا كبنت ببنزل وبتحرك بس وأنا بشتغل مش عارفة أزيد في الوزن خالص يبقى هنعمل إيه؟ هنبتل إن احنا ندور إزاي نعالج الموضوع ده بالأكل طيب إحنا عندنا كده مشكلة إن عندنا صعراتنا الحرية أو جسمنا بيحرق صعرات حرية عالية فأنا عندي مشكلة مع صورة الحرق بتاعت جسمي عايز أحلها أو عايز أعالجها هبتدي إن أنا أشوف طريقة أكل إزاي؟ أنا عايز أدي افتراضات لكل الحالات اللي بتحصل أو اللي بنقابلها اللي هو إيه؟ واحد حد بيأكل كتير جداً بس ما بيتخنش أرفاعة اتنين حد بيأكل اللي الأول إن شهيته ضعيفة ما بيحبش الأكل تلاتة حد بيأكل في مواعيد غلط يعني بيأكل الوجبات بتاعته في مواعيد غلط فيدخن شوية بحيك يرجع يخس دين يدخن شوية مش عارف يلحق يمسك وزنه خالص أربعة اللي هو الشخص اللي بيأكل كويس ويبتدي يزيد وأول ما يحصل له دروب نفسي أو يحصل له أي مشكلة أو أي مرض أو أي مجهود زيادة بيخس بسرعة طيب احنا عميين نفترض في الحالات عشان خاطر إيه؟ ما نسيبش حد عنده مشكلة في النحافة اللي لو نبتدي نتعرض لها الشخص الأولين خالص اللي هو بيأكل واجبات كتير وما بيخسش أو قضي وما بيزيدش معلش هو الشخص دوت عنده مشكلة الميتابوليك ريت أو معدل حرق بتاعه عالي جدا طيب الشخص اللي عنده معدل حرق عالي احنا عايزين دلوقتي نبتدي نقلله معدل الحرق ده تدريجيا فبنقلله إزاي؟ بحاجتين بنبتدي إن احنا نحاول نقلل المجهود أو الضغط اللي عليه يعني لو عنده بيشتغل مثلا عشر ساعات العشر ساعات دول بيقف كتير على رجل أو بيتحرك كتير بنحاول نخليها من الحاجات الضررية ويقل المجهود شوي طيب الوجبات اللي بيأكلها الكتير دي وبرضو زي ما هو رفايا ما بيزيدش بيوزعها ازاي؟ أكيد بيوزعها غلط يا إما كان زي زيد الوجبات دي مثلا إحنا بناكل في ناس عندها مشكلة في النحافة تلاقيه بتاكل دايما أكل فيه سكرات كتير في أول اليوم فتلاقي نفسه أو شاهيته تتسد فتلاقيه ابتدى أنه هو مش عارف يعني مش عارف يأكل إيه أو يبتدي مش عارف يأكل أصلا يعني بيبتدي اليوم بتاعه بحاجة مسكرة أو حاجة زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت فيها قلياف كتير زي الفكهة أو كده فتسد نفسه بقيت اليوم طيب الشخص ده بنحاول أن احنا نعسم له الوجبات بتاعته ووجبات خفيفة شوية على المادة يعني هنكسر القعدة شوية وهنبتدي إن إحنا نجيب وجبات ضايت أيوة ضايت ضايت ليه؟ لأنه هو جسمه مش قابل الأكل اللي هو الطبيعي بتاعنا اللي فيه دهونه فهو ما بيأكل كتير هو جسمه ما بيهدموش كويس والحرقة بتاعه عالي فبالتالي هو يعتبر ما بيهدمش الأكل صح وبيحرق اللي بيتهدم فبيبتدي إن هو يفضل رفاع أو يفضل جسمه نحيف فبنعالج داوت بإن إحنا نعمل وجبات ضايت ونوزع الوجبات دي صح يعني إيه وجبات ضايت؟ هل هو هيعمل ضايت عشان يخص وأنا عايزه يدخل؟ لا هو هيعمل ضايت دوت اللي هو وجبات هلسي ووجبات صحية يعني بدل ما أفطره عسل سود وفطير أو أفطره حاجة مسكرة عشان خطر هو بيحب الحلويات؟ لا هو هيفطر بيت مسلوق بطاطس مسلوقة نص رغيف فالوجبة خفيفة جداً والمعدة هتقدمها بالسولة يبتدي بعدها بساعتين يدخل وجبة خفيفة تانية مثلا هنتدي مثال نقول شوية رز مسلوقين شوية فراخ أو لحمة مسلوقة أو مشوية طيب نفس الكلام لو فول يبقى طبق صغار قوي لو هندخل في الوجبات بتاعتنا أسماك تبقى مشوية هندخل الدايمان كماء الليلة والوجبة تبقى خفيفة جداً ما فيهاش دهون على قد ما أقدر يعني بلاش سمنة بلدي بلاش زيوت لا تبقى الوجبة خفيفة على المعدة طيب هو كده هل هو كده هيقس؟ لا طبعاً هو هيكل كل ساعتين يعني هيكل ستة أو سبع مرات في اليوم بس كل وجبة هيكلها هتتهدم فبالتالي كل وجبة هيكلها جسمه يستفيد بيها فبالتالي أنا نظمت له منطقة الهضم بتاعته أو خليته جسمه يستفيد بالأكل كله فلو فرضنا أن معدل الحرق عنده عالي قوي أنا خليت جسمه يبتدي أنه يتعود ويبتدي أنه هو يهدم الأكل ويبتدي أن الحرق يقل شوية لأن الجسم بتاعته يتقله حاجات كتير مفيدة طيب ده بالنسبة للشخص اللي بيأكل وجبات كتير ويعني مش عارف يزيد بيها يبقى هنأكل نفس الوجبات كتير بس كيميات قليلة وأكل نظيف هتلاقي نفسك هضمك بقى أحسن الجسمك بيتقبل بيزيد معاك وبتجوع أكتر وتدريجي أنا بتدري أنت بقى إيه؟ تزود في الوجبات يعني بدل ما أنا كنت بقى كل خمس وجبات أو ست وجبات ضايت هيبقوا خمس وجبات وفي وجبة في النص بقى كل أنا عايزه حاجات بتاعت إيه ده شوية ده سمى شوية لأن بعدتي ابتدت توسع شوية وبتدت تتقبل الأكل طيب الشخص الثاني اللي قلنا عليه اللي هو عنده مشكلة مش هعارف يأكل خلص يفطر بقى حاجة مسكرة ما يفطرش حاجة مسكرة هو شاهيته دايما مقفولة طيب الشخص ده دايما بيبقى عندنا مشكلة معاه في حتة إن إحنا عايزين نفتح نفسه فهنحاول نعمل ده بإن إحنا يعني نجيب إما فاتح شهية يإما حاجات بتساعد الهضم يإما بيشرب حاجات طبيعية بتسهل الهضم ده إزاي؟ أول حاجة في حاجات في الصيدلية بتخش للأي صيدلية تقول له أنا عايز فتح له الشهية أو حاجة مهدمة بدون ذكرى أسامي أدوية معانا في أدوية كتير جدا في السوق بتخلي الواحد يأكل أكتر أو بتخلي الواحد نفسه تتفتح أكتر على الأكل ده حل طيب الحل التاني إن أنا أروح جايب حاجات للهضم شوية يعني دايما بعد كل وجبة أخلي الوجبة خفيفة زي ما اتفقنا في النظام الأولاني وأجيب بعد كل وجبة أنا كلت وبرضو نفسي مزدودة معانا الوجبة حفية جدا أروح شارب مثلا شوية لبن رايب أشرب شوية نعناعة أشرب شوية شوية أقدر صغيرين الحاجات دي أنا مش هشرب منها كميات كبيرة عشان ما تأثرش معاك تخصيص بس هشرب منها كمية وليلا فتخليني أهضم فتخليني أنا أقدر لأ أنا بطني فاضي أنا هاكل تاني تمام؟ وبرضو هنتبع نفس السيستم الأولين إن أنا هيكل وجبات خفيفة عشان الوجبات دي تبقى سهلة على المعدة فجسم يبتدي يتقبلها أو يهدمها بسهولة فبتدي إن أنا إيه أقدر أزيد طيب حالة كمان إن شخص عنده مشكلة قلنا مرض أو حاجة بتمنعهم للأكل فاحنا قلنا هندور على العلاج للمرض طيب وإحنا بناخد العلاج بتاع المرض العلاج بيخليني مفرهد مش قادر يكون كويس العلاج بيخليني لو كانت أدوخ أبقى عايز أرجع الناس اللي بتبقى غازنا عنها مريضة قولون أو مريضة يعني أمراض المعدة عمتاً بيبقى الأدوية بتاعتها أغلبها بتسبب إعياء طيب الناس دي هتعمل إيه؟ الناس دي هترجع لنفس الحل اللي هو تقيباً ثابت معانا إن أنا دايماً أكلي هيبقى مسلوق وهيبقى خفيف غير كده الناس دي هتبتدي إن هي تدور على مواعيد تاكل فيها تتحك شوية على جسمها يعني لو أنا هاخد الدواء هتعب يبقى مش هاخد الدواء وأكل هاكل ولو مفهود أخد الدواء بعد الأكل على طول يبقى هاخد الدواء إمتى هأخر الدواء مثلاً نص ساعة أو ساعة بعد الأكل فالحق أهدم أي حاجة قبل ما أخد الدواء فلو كلت وبعدها بساعة خدت الدواء فابتدي إن أنا إيه؟ بطني لو قلبت هو بطني قريدي هضمت أو هضمت جزء كبير من اللي أنا كلته فابتديت إن أنا ألاعب جسمي أو ألاعب المرات شوية تمام؟ طيب في كل اللي قلنا دوت إحنا وصلنا لحل الحل اللي قوي وسهل قوي إن دايماً الناس اللي عندها مشكلة في النحافة علاجها يا إما بإن هي بتاخد أكل هلسي أو أكل ضايت شوية بس بتزود الوجبات فده بيخليها تاكل أكتر يا إما إن هي بتاخد فواتح شاية أو حاجات تسهل الهضم عشان تاكل بكميات كبيرة طيب نخش في تفاصيل أكتر بقى الناس اللي هي عندها مشكلة النحافة دي بتاكل أكل لازم يبقى ضايت أو الأكل أو اللي هو لازم يبقى هلسي عشان تزيد مثلاً الناس بتنزل الجيم تزيد عضلات بس؟ لا إحنا بنحاول إحنا بتاكل معاك بحتة الضايت دي عشان تبتدي تتقبل الأكل أو تبتدي إن أنت تاكل بسهولة وديبقى مبدأ إن أنت تاكل أكتر من وجبة موجودة عندك طيب بعد أما ببتدي إذا نتعود على إن أنا أكل ثلاث أو أربع وجبات أو خمس وجبات في اليوم بدل ما كنت باكل أول وجبة واحدة أو وجبتين دلوقتي هبتدي أنا عايزة أزقلك بقى دهون أنت دلوقتي عندك مشكلة بالنزال أنت نحيفي يعني جسمك رفاية عم يحتاج دهون عالية فهعمل ده إذا كيف؟ هبتدي إن أنا هدور على الحاجات اللي بتزود بتزود بالتخم اللي هي ممنوعة يعني في العادي بنقول ممنوعة تاكل وتنام لا أنا هقول لك لو أنت نحيف قوي وعندك مشكلة كل ونام خزن دهون مش مشكلة ابتدي إن أنت ارفع مزانك شوية بعد كده هنعالج ده قدام يقول لك مثلا ما تكلش وتشرب مثلا عصاير كتير لأ أنا أقول لك كل واشرب عصاير كتير ولو نفسك مفتوحة كمان أو المهدم أو فاتح الشهية خليك عايز تاكل أكتر دخل معجنات دخل حاجات فيها دهون دخل الكلام ده كله ده كله مش مشكلة بالنسبة لي خالص المشكلة أنا عايز أرفع لك الوزن خراجك بر منطقة إن أنت نحيف أو رفاية أو حضرتك من منطقة إن شكلك رفاية قوي لحتة تانية خالص إن هو بقى شكلك أو بقى شكلك مناسب أو سليم فخلاص أنت زدت في الميزان هبتدي بعد كده بقى إيه هنتفلك في الأكل شوية تمام هناخد فاصل ونرجع لكو تاني نكمل موضوعنا هنرجع ومعنا اتصال مريم هلو هلو مريم طيب اتعطيت الاتصال هنكمل موضوعنا إحنا كنا وصلنا لحطة إن إحنا دلوقتي إشراف صدنا حيث قوي هندخل له دهون كتير على قد ونقدر عشان خاطر نرفع من وزنه الدهون دي هندخلها في أي معادة عادي جدا إحنا كل القصة إن إحنا عايزين نفتح شهيتنا أكتر عشان نعرف نأكل هنفتح شهيتنا إما بحاجات طبيعية أعشاب أو حاجات تهضم بعض الوجبات أو هنفتح شهيتنا من أي صيدلية بطلب منه فتح شهية وعرف منه بطريقة الاستخدامة إزاي وبتدي إن أنا إيه أستخدمها نخش على الفئة التانية من الناس النحيفة أو اللي بنو عليها رفاعيعة أو الناس اللي هي السلم الناس اللي هي بتبقى محتاجة تزيد 3-4 كيلو عشان توصل الوزن المثالي بتاعها الناس دي بتبقى عندها مشكلة كبيرة في إن هي مش هينفعتها كل الأكل النفسها فيه أنا رفاعيها هاكل أنا عايزه لا هو ممكن يبتدي يأكل اللي هو عايزه فيبتدي يبقى فيه شوية جناب أو جسم ويبوز أو حضرتك شكلك ما يبقاش لطيف شوية فالموضوع يقلب بالعكس بدا لما أنا كنت عايز أزيد شوية عشان شكلي يبقى شيك أكتر أو سمارت ألاقي نفسي إن أنا بوزت الدنيا معنا إتصال مريم أيها أيها فضالي معاك معايا بنتي 3 سنوية 3 سنة كام بصي في وقت صوت التلفزيون عشان يعني تبذلي معايا على الهواء أوكي أوكي معايا هي 3 سنوية مشي بس جسم واجلها الخالص وأجلها بعيف خالص برضه تمام في 3 سنوية صح؟ يعني آه هي بتجي متأخر فهي ده وقت بروشبه واحدة اللي بتاكلها اليوم كله تمام فمش عارفة يعني عمليه وبره بتشغل يعصير بسكوتر حاجة اللي هي ديكي خفيفة بتاكل واجبة واحدة أول ما بتصحى من النوم ولا لما بترجع من بره؟ لا ده لما هي بتمشي على الدرس الساعة 8 ساعة 9 ساعة الصفحة كده تمام بس من غير أكل ولا حاجة آه وبترجع حوالي ساعة 4 أربعة ونصف العصر الكباية واش بواحدة ياطبر الليوم كله تمام بس طبعا مش هيدفع فهنا عايزة هيعني تفتح نفسها شريحة لأقبار ممكن تاكل لأي حالة كده مفيش مشكلة خلاص أجاوب عليه كده دلوقتي حالة ماشي تفضل طبعا بالنسبة للحالة اللي معنا احنا عندنا مشكلة دلوقتي إن هي يعني أولا بتصحى تنزل على طول بتروح الدرس بتاعها بترجع بتتاكل وجبة واحدة خلاص نفسها تسدت وممكن بتاكل في وسط اليوم حلويات أو بتشرب عصاير فنفسها مزدودة أغلب الوقت طبعا ده مؤثر على صحتها أو على شكلها أو كده إن هو وصلها بأيتروفاية أو نحيفة طيب إعلاج ده إيه؟ أولا أهم وجبة في اليوم والفطار مفيش حاجة سماء أنا أنا نزل من بيتي من غير فطار نزلت من غير فطار يعني أهملت أول وجبة يعني أنا بتديت يومي بحرق طبيعي أنا خلاص أنا نزل من بيتنا كده ببتدي أحرق في جسمي بحرق بقى دهون بحرق أعضلات أنا عمال أحرق تمام؟ فأنا أهم وجبة في اليوم عندي اللي هي الفطار يبقى ما ينفعش أصلا أنزلها من البيت من غير ما تفطر تمام؟ دي أول غلطة طيب الفطار يبقى إيه؟ زي ما قلنا هنفطرها أي حاجة خفيفة لو هتاكل بطن مسلوقين ونص رغيف لو هتاكل شوية جبنة كده وطبقة صوتها صغير اللي هو فطار خفيف بس تبتدي حتى تفطر فتبتدي أن يبقى عندها تتعود على حيطة أنها تفطر هي كده كده هتجوع وتاكل وجبة اللي هي متعودة تاكلها لما ترجع فما فيهاش حاجة لما زود لها وجبة الصبح طيب في نصص اليوم هي بتشرب عصير عشان جسمها بيبقى تعبان أو مجهد وطبيعي السكريات هي اللي بتسد الحاجة بتاعت الجسم لما بيبقى مجهد فأنا أعالج ده إزاي؟ أبتدي دور لها على بدايل لانش بوكس أو بنقول عليه اللي هو صندوق للأكل كده كيس سندوتشات بالبلد دي حاجة تكون شكلها ظريف عشان ما تبقاش متضايقة منها بتبقى معاها في الشنطة بتاخدها غصبا عنها يعني هي الموضوع تعود فأنا لازم أبتدي تعود عليه تدريجيا حضريك هتعودي ولادك عليه واحدة واحدة يبقى أنا لازم أفطرهم الصبح ولازم أديهم كيس فيه سندوتشات أول ما هتبتدي تحس إن هي محتاجة حاجة تسد التعب بتاعها مش هتدور على العصير لإن هيبقى في شنطتها أو في جيبها دايما سندوتش أو سندوتش انتا كلهم حتى هتبتدي يعني زي ما نقول بالبلد كده تغيف واحد أو سندوتش واحد يبقى معاها دايما احتياطي حطي احتياطي مش مشكلة دايما هتلاقيها هتجوع وهتاكله لإن هو هيبقى أسهل ليها من العصير ومن الحاجات اللي بتقابلها في الشارع اللي هي بتسد النفس أو بتخليها بتعود بس التعب أو الموجود بتاعها فبيخليها تصد نفسها في بقية اليوم طيب لما بترجع هتتغدى إيه؟ هل هتتغدى أي حاجة موجودة وتبقى تقيلة؟ لا، أحاول بقى لقدم أقدر الغداء اللي قيلة ما ترجع الساعة 4-5 المغرب دوت أحطه لها، أحط لها الغداء دوت بكمية قليلة شوية يعني هي راجعة هتموت وتأكل فحط لها كمية قليلة قوي اللي هي هدوب تكفي بس حاجة الجوة بتاعيتها الحاجة بسكية وتبقى أيما مع الأكل جعانة فتبتدي إن هي بعد ساعتين لا هتاكل تاني لأن هي ما كلتش كويس فتحط لها وجبة تانية واللي كلته اتهضم بسرعة وجسمها استفاد بيه بسرعة فبعدها بساعتين هتاكل تاني وهتستفيد تاني وهكذا يبقى أنا أبتدي معها واحدة واحدة أو خطوة خطوة إن أنا لازم أفطرها فطار خفيف قدام شوية ما تتعود على الفطار أبتدي أتقلها في الفطار وده كده أحط لها سندوتش أو حاجة صغيرة تاخدها معاها خفيفة كده وجبة خفيفة بتاكلها معاها وهي بره تبقى معها دائما في الشنطة اللي هو لو تعبتي لو حسنتي بهبوط كليه تمام؟ بعد كده بترجع ما حط لهاش الأكل اللي هو ما تحضر هو طبيق أو حاجات متحمرة أو حاجات فيها زيوت فتاكلها هي نفسها تاكل ومستنية الوجبة دي جسمها مستنية ومتعود عليه هتاكل الوجبة نفسها تتصد هتبتين هي مش عارفة ترجع تانية يعني خلاص مش عارفة تاكل مش عارفة تتعشى خلاص عايزة نام بقى وهي تعبت طول اليوم متفردة من اللف أو من الحركة أو من الدروس زهنيا مجهدة كلت خلاص تتتين هي وجد الجسم يحصل له حالة خمول تبقى عايزة نام فكده هي الطبيعي إنها تبقى رفيع يبقى احنا هندرج الموضوع معاها ونديها الوجبات بطريقة نركز معها شوية نخلي بالنا منها شوية هتديها وجبة صغيرة بعدها شوية وجبة صغيرة بعدها بالليل خالص اللي هو العشاء يبقى اي حاجة خفيفة حتى لو شوية صلطة هيفرقوا معها هيفرقوا مع صحيتها هتحس إنها دايما جعانة لو قعدنا بنعمل كده لمدة 30 يوم تلقائي هي من نفسها تصحى الصبح تطلب منك الفطار وبعدها ترجع تطلب منك وجبة بعدها بشوية تطلب منك تاكل تاني لإن خلاص هي جسمها تعود على ده تمام؟ طيب نكمل موضوعنا احنا بالنسبة للناس اللي هي رفيعة وعايزة تزيد حاجة بسيطة قوي ومش عايزين جسمها يبوز أو عايزين جسمها يفتح مننا الناس دي بنعمل لها ايه؟ الناس دي بنبتدي ان احنا نديها أكل هلسي شوية أو صحي زي ما قلنا في الحالة الأولية بس بنبتدي كل واحد وليه معيار يعني لو واحدة عايزة تزيد 3 كيلو غير لو واحدة تانية عايزة تزيد 5 كيلو غير لو واحدة عايزة تزيد 2 كيلو بنبقى حساسين شوية ازاي؟ بنشوف مجهودنا عامل ازاي على مدار اليوم؟ يعني لو الشخص اللي عايز يدخل حاجة بسيطة دوت بيشتغل مثلا من 12 ساعة و بيروح ينام أو بيشتغل 10 ساعات و بيروح يذاكر عشان عنده دراسة بقدر يغير شغله الشخص دوت بنبتدي ان احنا ندرج له الأكل ان هو لازم يوجباته تبقى كتير لو هم تعود بيأكل 3 وجبات انا هخليهم له 5 حلو؟ لو انا بيأكل 5 هخليهم له 7 هزود وجبتين على الوجبات الاساسية اللي هم تعود يأكلها طيب غير كده احنا اتفقنا ان احنا هنخلي الأكل ايه؟ هنفضل نيدي عليها النهاردة الأكل بتاعنا صحي او ما فيهوش دهون ليه؟ عشان جسمنا ما يزيدش قوي انا عايزه يزيد بس يزيد حاجة بسيطة تمام؟ عايزه يزيد بس افضل شيك طيب الشخص اللي عايز يزيد كمية اكتر شوية 10 كيلو مثلا الشخص ده هعمله ايه؟ هبتدي ان انا اقطع الوجبات يعني اقطعها يعني بدل ما انا كنت هأكله خمس وجبات هأكله نص الوجبة وبعدها بنص ساعة نص تاني يعني الوجبة هتتاكل على مرتين في وقت ايه؟ قليل وهكذا بعد ثلاث ساعت اكل نص وجبة صغيرة بعدها بنص ساعة نص وجبة تاني بعمل كده ايه؟ انا كده بنشط البنكرياز بتاعي انه يعني يطلع انسولين اكتر او ينتج انسولين فالحرق يبقى مظبوط فاحرق الاكل ده بصورة منتظمة وابتدي استفيد بي اكتر تمام؟ الحركة دي بنعملها مع الناس اللي عايزة تزيد كمية كبيرة بس من غير يعني وقت كبير 10 كيلو كتير مش قليل بس من غير مجسمها يبوس خالص تمام؟ طيب عايزين نفهم مقطة ان حتة ان احنا ناكل والاكل يبقى كمية قليلة دي دي احنا مش مخترعينها هي دي سنة على النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ نحن قوموا لا ناكل حتى نجوها واذا اكلنا لا نجبع يعني ايه؟ يعني احنا ما بناكل بناكل واحنا جعانين بس بس لما بنقومنا على الاكل ما بنقومش يعني واحنا شبعانين لأ احنا بنقومنا على الاكل واشنا يعني جعانين لسه فلازم دي سنة نتبعها نابع صلى الله عليه وسلم ان انا باخد الوجبات بتاعتي بصورة منتظمة ان انا باكل كل فترة واجبة صغيرة اوي والوجبة دي بقومنا على الاكل وانا لسه في نفس او جعان اعايز اكمل بس مش هكمل ليه؟ عشان كمان ساعتين ثلاثة هيكمل تاني اكل واجبة تاني كمان ساعتين ثلاثة هيكل واجبة تالت وهكذا فبتدي الأكل يتردم صح وابتدي إن أنا ما عملش النفسي تخمة ما عملش النفسي دهون زيادة ما وصلش المرحلة اللي هو السمنة يبقى إحنا راحين جايين في حلقة مغلقة كده إن أنا عمال أدخن وخس وأدخن وخس ومش عارف أوصل لشيف اللي هو اللي سمارت أو الشيك طيب معنا تليفون أسماء سعر سعر يا قطورة ببراكاته تفضلي ده أسماءتي دكتورة أنا كنت جبت اتفضلي أنا سمعك يعني عطي التلفزيون وكلم كنت جبت حاجة من الحاجة فجفني زاد ولجح خس تاني ولكن معلش أسماء عطي التلفزيون عشان كلام يبقى وصل لي على طول كويس طيب اللي تصبح من قطعة أسماء هو أنا ما فهمتش حلقة قوي بس اللي فهمتوا إن هي أخذت حاجة تزودها ورجعت خس التاني فالمشكلة بقت إيه قايمة عندها لسه تمام طيب إحنا 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 الموضوع دوت نعالجه إزاي نعالجه بإن إحنا إحنا لو إنتي خدت حاجة تخانك لازم تثبتي وزنك فما بنيجي نثبت الوزن نثبته إزاي ده موضوع كنا نتكلم فيه في الحلقة النهاردة اللي هو إزاي نثبت وزننا أو إزاي يعني نقف عند ميزان معين أنا الوزن يعجبني كده فأنا عايز أستقر على الوزن ده الوزن دوت أو تثبيت الوزن عمتا بيحصل بإن أنت كالإتخاذت حاجة رفعت لك الوزن جامد أول فالحاجة دي خلاص وصلتك لوزن عجبك بطلتيها ما يفعش بطلية مرة واحدة لأن طبيعة تبطليها تغيري النظام بتاعك أو اللايف ستايل أو طريقة حياتك طبيعة ترجع للطريقة القديمة أو جسمك هيرجع يخس تاني تمام يبقى أنا أيا كان الحاجة اللي أخدها زواء بقى نظام غذائي زودني أو مكمل أو حاجة رفعت للميزان لما يجي أوطلها بوطلها بالتدريج بقلل سعواتي حرية واحدة واحدة يعني أنا راجل كنت بزيد في الوزن فوصلت للميزان بتاعي مثلا اللي هو 80 كيلو وعايز أحافظ عليه مش عايز أرجع تاني أخيص أبقى 60 أو 70 كيلو فببتدي أن أنا أحاول أزيد شوية عن التمانين الأول يعني أنا وصلت لـ 80 والتمانين عجبني هكمل زيادة في الميزان لغاية لما أوصل لـ 83 مثلا بعد كده أبتدي أدرج بقى ترفع الميزان اللي هي بيقولوا عليها الجنر أو الحاجة اللي بتزود الوزن دي هبتدي أقللها الجرعة بتاعتها اللي كنت بأخدها ثلاثة سكوب في اليوم أو ثلاث مرات في اليوم هاخدها مرة واحدة في اليوم الأكل بتاعي لو بأكل خمس وجبات الخمس وجبات فيهم رز وفيهم لحمة وفيهم حاجات نشويات كتير وفيهم حاجات فيها دهون هقل الدهون شوية منهم تمام؟ ألاقي وزن ينزل سنة بعد كده هبتدي إيه؟ أخلي الوجبات مناسبة اليوم يبقى عادي عشان اليوم يبقى طبيعي أخلي الوجبات بدل مهمة خمسة سنة أربعة حلو؟ ألاقي وزن ينزل سنة أروح مزود حجم الوجبة شوية يعني أخلي الوجبة كميتة زيد سنة أرجع تاني ألاقي وزن سبت يبقى أنا ببتدي أدرج لنفسي أو بالبلد يبقون بإنسائز جسمنا نفس الكلام للناس اللي عندها سمنة وبتخص ناس اللي بتخص في العاملة ضايت بلان أو خطة تغذية الضايت بلان بتاعتك وصيتك للوزن اللي أنت عايزه لا أكمل عليها شوية وخص تاني 2 تاة كيلو لأن أنت أنا ما تيجي تثبت وزنك وزنك هيرفع تاني وأنا مش عايز يرفع جامد أنا عايز أوصل للوزن بتاعي المسال اللي هو مثلا قلنا 80 فأنا عايز لما أجي أخص أخص عن التمانين شوية عشان لما أجي أزيد تاني أرجع للتمانين بتاعي اللي هو المزبوط هروح عامل إيه؟ وأنا بخص قاطع السكريات وقاطع الملح أو مقلله وبأيخد معايا نسبة كربوهيدرات نسبة كربوهيدرات بتاعتي دي أنا يعني مقللها قوي فهروح مزودها شوية اللي هي الكربوهيدرات اللي هو مثلا الرز والمكارونة والبطاطس والبطاطا فأنا الحاجات بتاعتي اللي كنت قاطعها أو مقللها عشان خاطر أخص هروح لا هدخلها بعد كده هزودها سن لو كنت باكل 4 أو 5 وجبات كلهم ضايت وكلهم مفهومش دهون هدخل دهون سنة سنة فلاقي نفسي بعدها ما خصيت وصلت الـ 75 كيلو بزيد تاني تدريجيا لغاية لما وصلت التمانين اللي هو الوزن بتاعي أصلا أنا كنت عايز أثبت عليه فدي الطريقة بالبلد كده اللي بتخلينا نثبت الوزن بتاعنا طبعا كل واحد أو كل يعني واحدة فيكو أو واحد بيبقى متابع مع دكتور أو متابع مع حد بيحاول يسأله في تفاصيل صغيرة يعني لو هو الدكتور بتاعك عمل لك 6 وجبات عشان خطر تزيدي في المزين هتلاقي تدريجان في التثبيت يقول لك إيه لأ هنخليهم 5 بعد كده يقول لك نخليهم 4 بعد كده يلاقيكي بتخسي منه تاني يقول لك لأ هنخليهم 4 بس هنزود الوجبة شوية حلو؟ طيب الحاجات اللي برضو عايزين نركز عليها في الزيادة هي المشروبات بتاعاتنا الكاكاو حلو قوي نتخلين على شتا السحلب المكسرات الكلام ده كله تمام معنا تليفون صارة ألو أيا صارة السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم تفضلي كابتن أحمد أنا وزني 42 ومهما أخذ مكملات غسائية تمام ومخذ فتحشائية وعشان من العطارة مفيش فائدة طولك قد إيه طولي 153 حلو أنت مش حتاجة تتخاني كتير أنت مش حتاجة 10 كيلو بالكتير أيوة أنا وزني لما بيصال 52 وزني تبقى كويس بس هو 42 مش عايز يزيد مهما قد مكملات غسائية بتاكل كم مرة في اليوم؟ بتاكل كم واجبة كم واجبة متاكلية في اليوم أو كم مرة بتاكلية؟ كتيري ترتب واجبات واجبتين لقد قتعت واجبات واجبتين دول مش كتير طيب وبتاكل مكملات إيه؟ مكملات غسائية مثلا زي مثلا زي مثلا بتاع الأنيميا هيما كابس وبيتامونت تمام طيب أكلك في فكهة واغدار؟ أيوة أكلك كله في فكهة واغدار تمام صحيح كده؟ صحيح كده؟ وبتاكلي الوجبات امتا؟ موزعهم على مداره اليوم؟ أم تاكليهم كلهم في معد قريب من بعضه؟ نا ممكن فطاري مع الساعة عشرة تمام الغدا مثلا قبل العصر تمام العاشة مثلا قبل العشاء كده فاهم اه والمكمل بتغديه إمتا الصبح برضو؟ ولا بتغديه مع الأكل؟ بعض الفطار بعض الفطار طيب ماشي طيب هرد عليك كده هقولك على كم اقتراح كده نجربهم وإن شاء الله يجيبون نتيجة تمام؟ أه جوشي سور أول حاجة تلات واجبات لو حد هندو قولنا حرق عالي يعني حد جسمه بطبيعته رفيع أو جسمه بطبيعته أصلا بيحرق كتير تلات واجبات ده أوليه عليهم فلازم نفهم أن تلات واجبات ده أوليه علي جسمك تلات واجبات ده هتكليهم دول الشخص الطبيعي بيكلهم عشان يحفظ على وزنه الشخص اللي بيمارس حياته العادية فواجبتين أو تلات دول بالنسبة لي كنت رفعيها يا إما هتفضلي ثابتة يا إما هتخسي كمان تمام؟ ده لو بالعكس لو بزلتي مجهود أو أعملتي مجهود كبير شوية انت هتخسي فلازم نتفقين التلات واجبات ده الأوليه دي هنعمل إيه؟ هنعمل زينا اتفقنا هناخد التلات واجبات بتوعنا هنقطعهم انت بتغذي فتح الشهيه فتح الشهيه لو بتغذيف قليل فترة طبيعي جسمك هيتعود عليه يعني ده هتغذيف الأول جسمك هتلاقي نفسك بتاكلي وجعانة وعايزة تنامي كتير تمام؟ بعد أول أسبوعين أو عشر تيام هتلاقي نفسك خلاص جسمك تعود عليه فيا إما بتغيريه بنوع تاني يا إما بتوقفيه فترة وترجعيله تاني ده عشان يبقى اتفقين بالنسبة لإيه؟ فتح الشهيه فعشان كان ممكن ما يكونش جايب معاكي نتيجة يبقى هتوقفيه شوية وترجعيله تاني أو هتبدليه بنوع تاني حلو؟ بالنسبة للمكملات انت بتغذي المكملات بطريقة غلط بتغذيها بعد الفطار طيب أنا لما بفطر إيه اللي بيحصل؟ الأكل بتاعي جسمي بيهدمه يبقى أنا فيه هضم في الفترة بتاعت اللي هي بعد الفطار معايا ساعتين جسمي بيهدم فيهم الفطار ما دخلش حاجة تانية زادة عليهم يبقى أنا هاخد المكمل يا إما بعد الفطار ب3-4 ساعات يا إما أخده قبل النوم وأنا كده كده هنام وده أكتر وقت أفضله لك اللي هو إمت تغذيه وتنامي لأنه هيبقى ده الوقت اللي جسمك كده كده عميت الهضم شغلة وحضرتك نايمة ما بتزجيش مجهود فيبقى جسمك عمال يخزن ده كويس جدا وتصحن إنه متفطري فيحصل هضم تاني يبقى أنا عمالة خزن في جسمي ده أحسن معادل المكمل بالنسبالك عشان تتخاني أسرع شوية في الوقت عشان يعني الموضوع ما تزهيش منه طيب والوجبات بتاعتنا إحنا قلنا 3 وجبات قليلين يبقى هنقسم الوجبات هنخلي الوجبات بتاعتنا فطار وجبة أساسية زي ما هي بنفطر الغدا بتاعك اللي هو بعد العصر هتخليه وجبة صغيرة بعد العصر وبعدها بساعتين تكملي غدا تسخني الأكل تاني وتكملي كلي بعد العصر بس ما تشبعيش قومي على الأكل جعانة وبعدها بشوية كلي تاني العشان بتاعك نفس الكلام لو عرفت تقسميه ماشي لقيت نفسك مش فيش وقت كلي العشان لوحده بس تقسمي الغدا بقى أنت كلتي أربع مرات وخدت المكمل بالليه وكمان غيرنا فتح الشهية فهتحسي بفرق هتحسي أنت بالجوة اكتر طيب معنا تليفون تاني هايام سأعطوها كاتو ازاي حاجة تعمل اياه الحمد لله أنا جدت حشاب للجوة وخاش تهام بطن هي اللي ازاجت باس تمام مفيش أرباح يعني مش عاية خير بطن 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 جاوي ماشي على نظام غذائي أو مش ماشي على نظام أكل لا أنا يعني باكن اختراعي بتاكلي كم مرة في اليوم ثلاث مرات طيب بتاكلي وتنامي لا بتاكلي وتشرب مية بعد الأكل على طول أعم بتاكلي وتشرب مية بعد الأكل على طول أيوة وقت الأكل طيب ما ده غلط بص بص يقولك على حاجة المية بعد الأكل على طول بتخلي الأكل ما يتهدمش صح وبتعوم زي ما قول بالبادكة بتعوم البطن فتخلي الجسم مش عارف فيه هدم الأكل فالأكل يفضل متخزن في جسمك فترة طويلة طيب تمام الجسم عمتا لازم أنت تحطي له الأكل زي ما هو ما ينفعش تدخلي سوايا للماء دي بتبقى لو أنا هشرق أو أنا مش عارف أبلغ الأكل فهبلغ بيها حاجة بسيطة دي أول غلطة الثاني غلطة ما تاكليشه وتنامي تمام؟ يعني يعني مش شرط النوم اللي هو النوم النوم المقصود بأنه أنا فرد جسمي ما كلش وافرد جسمي حلو؟ احنا أو أغلب الشعب المصري عمتا طبيعة جسمه بتخزن في البطن كتير وفي الرجلين تمام؟ هي مش في الشعب المصري هو في العالم كله عند الناس كلها المشكلة دي موجودة أن أنا ما ينفعش آكل ونام طبيعة جسمي هيخزن في حتات أنا مش عايز يخزن فيها دهون فاحنا بنامل إيه؟ بناكل الوجبات بتاعتنا بس بناكل ونقعد شوية نفضل قاعدين كده فردين ظهرنا على حاجة مسنودة المدة نصف ساعة لساعة تمام؟ أقل حاجة نصف ساعة قاعدة بعد كده تتحركي فالأكل يتهضم صح ده بالنسبة للأكل عشان الخطر ما يخزنش دهون في البطن نفس الكلام وأنا بأكل ما اشربش مية أبلع بها أكل كتير فعوم بطني وبطني تتميلي مية على الفاضي ده برضو بيبوز ويبوز كده غزائية بتاعت الأكل جسمك ماستفدش بيه أصلا عايزين نتفق أن المية بتاعتنا بتبقى لمجرد أن أنا بجري ريئي بس والمية يفضل تبقى قبل الأكل مش بعد الأكل ده رقم واحد رقم اثنين هنتفق أن الأكل بتاعنا بنأكل وبننمش بنأكل وبنعد بنفضل في وضع اللي هو الجلوس ده عشان خطر الهضم يبقى مظبوط طيب حضرتك عندك مشكلة خلاص بقى فيه بطن فعايزين نعالجها هنعمل ريه في البطن دي البطن دي هنبتدي أن احنا نتحرك كتير نتمشى كتير لو عرفت تنزلي مشوار للسوق مشوار للمدرسة وتقوص الأولاد المشي الكتير هينزل البطن أول ما البطن بتتنزل شوية ارجعي تاني كلي أربع مرات في اليوم أو خمس مرات عشان تتخاني عشان جسمك ما يبقى شرفيع قوي وبطنك بايزة لا أنا هخص البطن وارجع تاني زيد حلو؟ طيب عايزة تزيدي بسرعة مستعجلة على الزيادة وفي نفس الوقت متضايقة من بطنك ممكن نعمل تنم مع بعض عادي يعني ممكن أن تتبدي تتمشي وتتحرك كتير عشان خاطر تخسسي بطنك ويبقى فيه حرق وحركة وفي نفس الوقت تاكلي أربع أو خمس مرات في اليوم أجابات صغيرة زي ما اتفقنا والغي تماما موضوع الميا اللي هي بعد الأكل دي حاولة عادة شلي الميا من على أكل من على الصفرة شلي الميا الميا دي تبقى قبل الأكل حاجة بسيطة أو موجودة بس عشان خاطر تجاري رئيك لكن أثناء الأكل مفيش ميا خلص تمام؟ طيب بالنسبة لصارة كيف تتكلم عايزين نزود لها أن هي ممكن تدخل ما بين الوجبات مكسرات، كاكاو، منتجات ألبان كتير اللاكتوز عمتا أو الحاجات اللي هي فيها ألبان بتزود أو بتخلي الأحد يملى بسرعة المكسرات فيها فيتامينات وفيها دهون صحية مفيدة جدا للبني آدم فلازم ندخل مكسرات ما بين الوجبات كل ده للناس اللي عندها مشكلة إيه؟ لأنها حافة طيب، معانا مدخلة تانية موجومانة نكمل موضوعنا، إحنا كنا وصلنا لحطة إن إحنا بنثبت وزننا إزاي؟ تمام؟ اتفقنا من إحنا هندرج اللي بيزيد في الوزن، هندرج الدهون أو الحاجات اللي بتدخله هيقللها تدريجيا لغاية لما يبقى بيأكل وجباته الطبيعية، وفي نفس الوقت وزنه سابط خلاص على كده، تمام؟ نفس الكلام اللي بيخس، بيبتدي نزود له الدهون واحدة واحدة، لأنه أنا قطع دهون خلاص وكربوهادريت، أو أنا شاو إيه؟ بتدي دخلهم تدريجيا لغاية لما يبتدي إنه هو يتعود على الأكل العادي، اللي هو ترعة أربع وجبات بسيطة، طيب، موضوع كمان، عايزين نتكلم فيه، الناس اللي عندها مشاكل في النحافة والسمنة مع بعض، إزاي؟ فيه ناس بتبقى رفايعة من فوق ومليانة من تحت، وبالذات بنات، تمام؟ وناس العكس بتلاقي جسمهم فيه زيادة من فوق، بس رجليهم نازلة على رفايعة قوي، المشكلتين دول بالأخص الأولانية أغلبها موجودة في بنات، والتانية أغلبها موجودة في الشباب، ليه؟ لأن أغلب البنات عندها مشكلة في هرمون الأونوسة أو الاستروجين إن جسمها بيخزن، طبيعة الهرمون بتاع الجسم أو بتاع الهرمون الأونوسة إنه بيخزن دايماً في منطقة السفلية من الجسم، فتلاقيها تي تعمل ضايت تخس من فوق جداً، وجزء السفلي يبتدي مقاليان، فتلاقيها ما يبقاش لطيف معجبهاش، نفس الكلام بالنسبة لشباب كتير، بتبتدي إن هي تبتدي تلعب رياضة وتلاقي رجلها فيها مشكلة أو رجلها رفايعة شوية ومن فوق مليانة قوي، طيب بنعالج دايماً؟ إحنا بالنسبة لنا في المجال بتاعنا بتاع الجم، إحنا بنعالجه بالتمرين، طيب الناس اللي مش عارفة تنزل للجم هتعالج ده بإيه؟ هتعالج ده في البيت، يعني البنت أو الشاب عن مثلاً اللي عنده مشكلة في الجزء السفلي إنه ما بيخسش، هيتدي يحرك الجزء اللي هم بيخسش ده كتير، بس الموضوع هيبقى مؤرف شوية، يعني هيطول معناه شوية، يطول أحسن إنهم ما يتعالجش، تمام؟ فإحنا عايزين نتفق إن إنت لو عندك مشكلة إن جسمك من فوق رفاية، فتيجي تعمل ضايت عايز تزيد تلاقي نفسك بتزيد من تحت أكتر من فوق، تيجي تعمل ضايت تاني عشان تخس، تخس من فوق بسرعة وتحت يفضل مليان، هتعمل إيه؟ هتبتيل إن إنت تثبت وزنك عادي جداً، إنت وصلت من فوق لشكل كويس عجبك، حلو؟ هتبتيل تمشي على الخطوات بتاعتك أو مع الدكتور أو مع الكابتن بتاعك اللي هي بتثبت لك الوزن، اللي هو هتخد واجبتك تبقى عادية ومجهودك يبقى عادي فوزنك سبت، بعد إما وزنك يثبت، ما تشتغلش بقى الوزن، ما تبصش على الميزان تاني خلاص، إنت وزنك كده بقى كويس ومن فوق شكلك كويس، هتبتيل بقى تشتغل على الجزء اللي فيه مشكلة، اللي هو الجزء السفلي، أو حضرتك بالنسبة لك الجزء بتاع، بنقول عليه الأرضاف أو الهنش، الجزء اللي هو دايما مليان عندك ومن فوق مش متناسك مع تحت، الجزء دوت هحركه كتير، هخش على النت عادي، وابتدي أنزل تمارين فيها حركة للجزء السفلي، تمام؟ أنا من غير ما نزل تمارين أو من غير ما أعرف أخش على النت، هو الموضوع سهل قوي، أنا كل القصة إن أنا عايز أحرك نسل التحتاني كتير، هحركه بإيه؟ بجري، بمشي، وأنا نايم في البيت هنزل اللي هو التمارين لسكوايتا، حرك رجلي كتير، كل ده هبتدي يخلي عضلات الرجل والجزء اللي تحت يشتغل، وفي نفس الوقت كل ما هزود المجهود على جسمي، كل ما هيبقى فيه حرق، فيبقى أنا وزني سيبت خلاص، بس ابتدي يخص شوية من تحت، لأنها مركز الحرق أو المجهود كله من تحت، تمام؟ لو بننزل الجيم، الموضوع سهل جدا، هننزل هنقول للكابتن بتاعنا إن إحنا عايزين نركز على الجزء السفلي، إحنا عايزين نلعب بطن كتير، عايزين نلعب رجلي كتير، عايزين نلعب كارديو أو جهزة فتنس كتير، عشان نزود الحرق أو نزود تخسيس المنطقة دي، تمام؟ طيب، العكس بقى، الناس اللي بيبقى مليانة من فوق قوي تيجي تخس تلاقي رجليها بتخس بسرعة، دي تبقى طبيعة ورصية أو طبيعة هرمون، إن هرمون الزكورة ضعيف شوية، فأنا الرجل عندي ضعيفة شوية، كتمرين، الطبيعي إن إحنا بنركز على 80 رجلين برضو، بس بنركز عليه بأحمال، في الحالة الأولية كنا بنركز عليه بمجهود كبير عشان نخسسه، يعني عايز أجري كتير، عايز ألعب عدات كتيرة عشان أخسس المنطقة تحت الرجلين، دلوقتي العكس بقى، هنه هبتدي ألعب رجلين بس بأحمال، طيب، الناس اللي بتنزل في الجيم هتعمل إيه؟ عنده نفس المشكلة، هيبتدي يستخدم رجله في المقاومة كتير، يعني إيه؟ يعني يبتدي يعمل تمام مقاومة أو حركة، يبتدي إن هو يشيل حاجة ينقلها من مكان لمكان، أوزان كتير، الستة اللي عندها رجلها رفعها شوية، تبتدي تشيل حاجات كده، وهي راجعة من السوق، وتبتدي تتحمل رجلها كتير، تمشي مسافات كتيرة، آه هتبقى مجهدة شوية في الأول، بس هتبتدي عضلات الرجل تشتغل، فضخ الدم يوصل للرجل، فبتدي عضلات الرجل تزيد، أو الجسم من تحت عمتا هيزيد، يبقى إحنا حلينا المشكلة، هي بتتحلش في موليلا، هي بتتاخد يعني شهور من 4 إلى 5 شهور بالميت عشان خطر تتحل، بس ده أحسن من أنك تهملها خالص، فتبقى على طول مشكلة مستديمة أن شكل جسمك هرمي، أو شكل جسمك اللي هو جزء رفيع وجزء تخين، طيب، هنرجع تاني لموضوع النحافة بتاعنا أو موضوع حلقتنا، إيه هي أسباب اللي خلت عندنا نحافة، أو الأسباب اللي ممكن توصلني للنحافة وهنا أصلا مش نحيف، الأسباب زي ما قلنا في الأول في ناس أصلا بطبيعتها ورصيا رفيع أو عندها معدل حرق عالي، في ناس بقى كانت كويسة جدا وحادتها كويسة وفجأة خست، خست بسبب إيه؟ بسبب أن هي ابتدت تهمل في الأكل تدريجي، فاعتادت أو بقى بالنسبة لها أمر معتاد أنه هو ما يأكلش، حضرتك كنت بتنزلي شغلك أو بتمارسي حياتك عادي جدا، فكان وزنك كويس وكان شكلك شيك وظريف، فجأة ابتديت إن أنت حصل لك مشكلة أو تريب كده صغير في حياتك، فابتديت إن أنت تبطلي أكل شوية أو يبقى مش فرقة معاكي الأكل شوية، مخدتيش بالك إن في مرحلة في حياتك أو حضرتك مخدتيش بالك إن في فترة في حياتك، أنت عكست الأكل من بعد ما كنت بتاكل، بتفطر كويس، وبعد ما تفطر بتحلي، وبتنزل تتغدى، وبتضحك وبتهزر، وبتيجي بالليل، تاكل تتعشى، وفي سناك أو وجبة خفيفة بعد العشاء، فكنت بتاكل كويس جدا، لأن أنت بتقيت إن أنت مشغول، وحياتك اتغيرت، تغيرت مجال شغلك، تغيرت حاجة في دراستك أي أن كان، بقى عندك مشكلة أو حاجة عابرة في حياتك، فقفتك شوية، خليتك إن أنت طريقتك في الأكل اتغيرت، وإنت مخدتش بالك، فجأة لقيت نفسك بتخس، أو لقيت نفسك بتخس يبص في المراية إيدة نافيعة، تروحيت بتيتي تكتائبي، ده أكبر غلط، دايماً بص على المنطقة أو الوقت اللي اتغيرت فيه، وشوف إيه الفرق اللي حصل، كون داب ده، هتلاقي نفسك إن دايماً في حاجة اتغيرت في النص، فأنت أكيد نظام أكلك يتغير، إنت مش هتتغير وتخس لوحدك، إنت هتخس لإن فيه سبب، تمام؟ فنعالج السبب أو نجري وراه، عشان خاطر نعرف إيه المشاكل اللي قابلتنا، فخليتنا نوصل لمرحلة في حياتنا إننا عندنا نحافة، أو مرحلة إننا خسينا جامد قوي، فبقينا مش عارفين نعمل إيه، تمام؟ علاجها، إحنا قلنا على علاجها خلاص، النحافة عامةً، من الحاجات الناس كتير ما بتقاش تعمل معها، وناس كتير ما بتحبش تفتح القضية دي أصلاً بسبب إنها علاجها مش ثابت، ما ينفعش أقولك كل كذا هتدخن، لأ، إنت لازم تشتغل على نفسيتك، ولازم تشتغل على أكلك، ولازم تشتغل على مجهودك، فليها جوانب كتير، فلازم تركز فيها، إنت لو فضلت تأكل كتير مهما أكلت أو زودت في أكلك، وعندك مشكلة نفسية عمرك ما تدخن، ولو فضلت ماشي على ضايت ومركز أوي مع حياتك، وفاكر إن أنت كده تمام، ولأ، أنت برضو مؤثر في الأكل، وستنت بخبت بالك، مجهودك عالي أو شغلك في مجهود كبير، فأنت بتحرق، فدايماً ابتدي اهتم بنفسك، اهتم بنفسيتك، نظم وجباتك، كل ده مهم أوي، عايزين نخش للآخر حاجة في حلقتنا النهاردة، اللي هو مشوار الجيم بتاعنا اللي بنتكلم عليه كل حلقة، إنت وصلت الفين في الجيم، إحنا آخر حاجة تكلمنا إن أنت قدمت شوية، ويتقلد الناس، وبقى عندك مشكلة في الإصابات، وعالجناها، وبعد كده بقت وزنك سبت، فبعد ما وزنك سبت بقتش عارف تعمل إيه، وشكلك بقى خلاص روتيني، وعرفنا إزاي نحلي جدوز، وعرفنا إزاي إن إحنا لازم نكسر الروتين بتاعنا عشان خاطر شكلنا يتطور، طيب، هنتكلم بقى في إن أنت بقى لك سنة أو أكتر بتتمرن، يعني حدوتك بقى لك فترة طويلة أو بتتمرن، فخلاص، أصبح التميين بالنسبة لك حاجة قديمة، وبقيت عارف تعامل إزاي، عارف إزاي تزيد، عارف إزاي تخص، مش محتاج تسأل الكوتش خلاص، إنت بتتمرن قريدي عارف التميين وعارف الأجهزة كلها، فبقيت مدرب قديم، زي ما بيقولوا كده، أو لعيب قديم زيك زي المدرب، أنت فاهم حاجات كتير وفاهم جسمك كويس قوي، وعندك معلومات كويسة وخبرة كويسة، طيب، إيه الغلاطة اللي ممكن تقع فيها؟ يعني إيه الحاجة اللي هتقع فيها وإنت خلاص قدمت؟ أكيد في حاجة توقع فيها، اللي هي إيه؟ اللي هي الغرور شوية أو زي ما نقول إيه الروتين، حاضرتك بعد فترة طويلة من التمرين بقى عندك غرور إنك فاهم إنك عارف كل حاجة في اللابة أو عارف أنت بتعمل إيه، وده أكبر غيرات هتقابله، لأنك هتبتي توصل لمرحلة أن أنت تزهق، يا إما مش عارف تغير شكل جسمك، لأنك خلاص هو ده اللي أنت عايش فيه بقى لك فترة في الجيم، والشيء بقى عاجبك بقى لك فترة، بس أنت ما عندكش جديد تقدم، فده بنوصل له ساعاتنا بقى شغير بالنا، وساعات بناخد بالنا بس مش عارفين نعالجه إزاي، بنعمل إيه؟ بنتين دور على شريك التمرين بتاعنا أو الشخص اللي هو هيشجعنا شوية، تمام؟ شريك التمرين ده، يا إما كوتش بتاعي، يا إما زميلي في التمرين، دايماً بدور على الشخص اللي يحفزني ويخلين أكمل، الشخص اللي يخليني عايز أدوس في التمرين أكتر وعايز أتطور أكتر، خلينا دايماً متفقين إنك مهماً تعلمت في اللعبة دي، زي هيا زي إيه مجال، العلم دايماً فيه جديد، دايماً هتلاقي فيه معلومات جديدة، دايماً هتلاقي فيه حاجات غير اللي أنت تعلمتها خالص، دايماً هتلاقي مدارس اتفتحت إن إنت إزاي تشتغل على نفسك وإزاي تغير من نفسك، فخليك دايماً مع الجديد، ودايماً إيه هتقول لا، أنا تعلمت، تمام؟ عايزكم دايماً يعني إيه تسألوا كده، ودايماً تتغيروا من نفسك ودايماً نشوف إيه جديد، مستنيكوا رقم تليفوني على الشاشة، والبيتج بتاعتي مكتوبة، أي أسئلة أو أي استفسار تبعوني، إن شاء الله في حلقات الجاية أديكم معلومات جديدة ومعلومات مفيدة، كم معلومات، اشتركوا في القناة